اسلام محمد أفضل طريقة تشتري بيئة سبايك دهب هو لماذا نقول لما تحضب انت تتدخر او تستسمر في الدهب وفي فرق بين الاثنين انك تشتري سبايك ان انت بتخرج نفسك من المصنعيات والحاجات التي تتخصم لما تجي تبيع فالسبايك بيبقى دهب 24 من جهة موثوقة خلاص بيبقى بسعر اليوم وطبعا فيه مستوردة سبايك سويسري اشهر سبايك وبدأت شركات مصري محترمة جدا يعملوا سبايك محلي ونسقها ومحترمين فمفيش طريقة تشتري سبايك تاخد فلوس في جيبك تنزل السوق للناس بتوع السبايك دول تشتري السبايك وترجع بيها في البيت تحطيها في الخزنة بس ما تخليش بقى الحرامية عارف مكانها في مين ما ترحش تحطيها في الدولاب لانهم عارفين الحرامية كلها عارف ان الدهب في الدولاب اه انا ببيع اونلاين التيشرت قطن 100% جودة عالية ده محمد بريم بيس وعاوز ادخل يمكن تشرت 70% قطن بنفس التيشرت بنفس الجودة لكن متخوف من مشكلة المقارنة في السوق بيتكلم على خمات القطن وهي في الاصل بوليستر اه في مشكلة جمدة جدا في الحتة دي انا خط انتاج بصنع الشغل بنفسي لحفاظها جودة علي ممتاز جدا السوق عشان قلنا احنا في مستوى اجرامي من خدمة العملة وده قلنا قبل كده ورجعوا الفيديو بتاع مستويات خدمة العملة اجرامي يعني بنعمل مخالفات يعاقب عليها القانون يعني الغش التجاري سائد يعني في الانسجة مثلا القمصان اللي زي القميس اللي انا لابسه ده تيشرتات المفروشات والملايات الستاير يجي يقولك ايه قطن 100% وقطن 100% دي غالبا بتبقى معلومة مش صحيحة وكاذب لدرجة ان اللي عايز يبقى صادق في السوق بتقابله مشكلة هو يجي يقول للناس ايه ده قطن 50% يقولوا يا ده القطن 100% واللي بيقول 100% ده ممكن بيقباش فيه قطن خالص يبقى بوليستر وفيه بقى في الغزول والناس اللي في المجال ده فيه حاجات عملوها تديك احساس القطن كده شبه القطن او تبقى 80% صناعي وعشرين في المية قطن مثلا اللي هو الصناعي اللي فيه حاجة اسمها سبان كده شبه القطن فهو الموضوع لو انت بقى عايز تشتغل صح مالكش دعو بالكلام ده انت تيجي تقول القطن ده 70% قطن خلاص كويس جدا حيجي حد يقولك ده 100% اقوله احنا بنقول الحقيقة بعض المنافسين بيستغلوا عدم معرفة العملة ولو تقدر انت تشرح في فيديو ازاي الناس تميز ما بين السبعين في المية والخمسين والمية يبقى جميل جدا وتشرح لهم طبيعة النسيج والغزول وتمسك لهم كده الحاجة وتجيب ولاعة يعني تحاول تفاهم الناس هتلاقيك انت بمرور الوقت هتبقى محل ثقة ومرجعية والناس تفضل تشتري منك لانك لما بتقول سبعين بيبقى سبعين لما بتقول تسعين يبقى مية بيبقى مية اثبات الثقة في ظل المنافسة الإجرامية اللي احنا فيها مش إجرام في المنافسة لا ده إجرام فيه في التعامل مع العملة والكدب عليهم دي بقى سهل جدا عشان كده انا عايزك تبقى سعيد ان كل منافسينك نصابين انت بس مستك انك تثبت انك مش نصاب هل انا لو مش نصاب دي ميزة تنفسية اه في البلاد يعني الاسف مجتمعاتنا الاسوقها مش نطجة النصابين شغالين كده عادي تبقى ميزة تنفسية لو السوق كله مش نصاب وده الطبيعي اللي مفروض يحصل طبعا دي بقى تشميزة فعشان كده بقولك ايه يعني تفرح بقى بالنصابين دول اتمنى اكون اخ محمد ابريم جاوبتك اشتغل بالجودة وممكن تخلي نوعين من الجودة بنوعين من السعر عشان تغطي شرايح مختلفة محتاجين افكار خارج الصندوق عن تسهيل الخدمات المصرفية للبنوك والتسويق عنها انا طبعا انا اهرش من كلمة خارج الصندوق دي لانه هو اساسا واعمل عنها فيديوهات يعني ايه موضوع خارج الصندوق وداخل الصندوق لان نفسي الناس تسأل الكلام ده بعد ما يعرفوا الصندوق هو ايه وسانيا انا مش فاهم يعني ايه عن تسهيل الخدمات المصرفية للبنوك والله يا اخ معتز انا مش فاهم السؤال يعني ولو ان انا ايه اللي فهمته من السؤال خارج الصندوق وولي اتحفظ عليها لكن انا مش عارف انت عايز تعمل ايه بقى خارج الصندوق طبعا البزنس في مصر هتأثر بالحرب هو هتأثر طبعا بالحرب لان احنا بنستورد من روسيا وبنصدر لها وبنستورد من اوكرانيا وبنصدر لها ومعرفش بقى حجم استثمار المصري في روسيا وحجم لكن انا عارف ان فيه طلبة كتير في روسيا واوكرانيا مصريين وانا شخصيا في وقت من الاوقات في بدايات حياتي اه او يعني اه بعد ما بدأت استراد كده وكم سنة كنت بستورد بالفعل من اوكرانيا مع بدايات الانهيار الاتحاد السوفيتي كان حصل حاجة فرصة قوية جدا للناس اللي هم متابعين السوق بتاع روسيا كان الاتحاد السوفيتي متربط ببعضه فتلاقي مصنع مثلا في ليننجراد اللي هي اسمها سان بيترسبيرج دلوقتي ولو كده فروع في كييف وبيلاروسيا كانوا عاملينها بحيث انها متتفكش فالمصنع ما يعرفش يشتغل لوحده وبمرور الوقت المصانع دي بقى عندها منتجات ولما روسيا تفكت كان عندهم مخزون لان المصانع دي بتنتج لاتحاد السوفيتي ككل لما استقلت بقى عندهم بضاعة وعندهم مشكلة ما فيش مرتبات حال اقتصادها متضهورة وعايزيني يخلصوا من المنتجات بتاعتهم وفي الوقت ده انا اتعرفت على حد مصري فاتح شركة في اوكرانيا تحديدا وكنت بجيب بضاعة من هناك بس طبعا الكلام ده دلوقتي اختلف بعد ما حصل عندهم دخلوا في الجلوباليزيشن ويستوردوا مواد خم من بره ميزتهم السعرية كان فيه ميزة سعرية رهيبة كان عندهم حاجات بالذات في مجال الاوبتيكس البصريات وبعض المعدات التبية والميكروسكوبات والكاميرات وفي شوية حاجات كده كادت هناك بتراب الفلوس ما عرفش حجم التجارة حاليا ايه يعني حجم التبادل التجاري مع اوكرانيا وروسيا بس مثلا من ضمن المصادر المهمة جدا لمصر في الامح ومصر اكبر مستهلك الامح اوكراني صحيح تامن مصدر في العالم ولينا بديل بس لو انا عارف ان كان فيه عقود الفترة اللي فاتت ونقصات عالمية مصر طرحتها في طرحتها علشان تستورد وما تقدمش حد بعروض لان سوق الامح مرتبط جدا مين اللي هيملى الفجوة بتاعة اوكرانيا دي في التصدير لان ما هي الحرب مشكلتها ايه توقف التجارة الدولية مطارات تقفلت مواني تقفلت وخلاص بقى ايه اللي جوه البلد طبعا بيعانوا جدا وكل اللي ليه علاقة بالبلد بيعاني روسيا لو دخلت في العقوبات روسيا طبعا فيه حاجات كتير بالناس بيستوردوها لو دخلت ان هي منعوها من نظام السوفت السوفت ده سيستم امريكي لتحويل الدولار من اي حتة في العالم لأي حتة في العالم لازم بيعدي على امريكا من خلال سيستم اسمه السوفت والتجارة الدولية يعني معظمها بالدولار في معادة شوية ايه حاجات بسيطة كده باليورو فلازم تعدي على السوفت لو جوم قالوا روسيا مش داخل السوفت مشكلة رهيبة ولا هتعرف تبعت فلوس لروسيا ولا تاخد فلوس من الروسيا يعني استراط او تصدير لروسيا وقف وروسيا برضو تستورد مننا كتير فالانشطة دي بتأثر طبعا وهي بتبقى سبلاي تشين يعني انا هقولك القاعدة العامة وممكن حتى انا حاول ابحث في التفاصيل شوية القاعدة العامة مثلا هنفترض كده ان احنا بنصدر لروسيا منتج زراعي ما المزرع وقفت واللي بيوردو لها تقوي وقفه واللي بيوردو لها اسمدة وقفه وكيمويات والعمال اللي فيها فبيبقالها طبعا تأثير وعلى ما تبدأ تفتح اسواق تانية مشكلة الحرب الشيء سيء سيء تأثيره على تأثيره الانساني والاقتصادي سيء وبلد زي روسيا الحرب بتاعتها الحرب اللي هي فيها والمشاكل اللي هي فيها اكيد هيبقالها امباكت اذا كانت اوروبا في دول في اوروبا معترضة انها تدخل انها تعمل عقوبات على روسيا لانها هتتأثر المانيا بتقول انا لها شركات كتير في روسيا موضوع السوفت ده هيدرهم طبيعي احنا ان الحاجات بتسمع المشاكل بتسمع على طول العولمة كل دول العلم تتأثر بالحرف طبعا اسعار الشحن والتعمين بالذات في المنطقة الهناك دي الزبط الاخر جاي السفاعي بيقول كده كلامك مضبوط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة